على كل سنناقش هذا الموضوع وهذه الخيارات الآن مع ضيفنا من لندن الدكتور مصطفى بازر كان مدير مركز المعلومات والدراسات الطاقة دكتور مصطفى مساء الخير لحضرتك أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث يعني لدينا احتمالات لدينا عدة بدلاء ولكن من نفس الوقت ولا واحد فيها قادر على تأمين ملاحة بحرية إما بشكل آمن أو حتى بشكل يمكن أن لا يرفع من أسعار السلاع ويجعل الموضوع أزمة اقتصادية جديدة هل هذا فعلا هو الواقع دكتور؟ هذا جزء كبير من الواقع طبعا مساء الخير لك والمشاهدين الكرام كانت هذه المقدمة بالنسبة إلى المضايق يعني مقدمة جديرة بالانتباه ويعني مهمة ولكن لا بد أنه نعلم أنه مع كل مضايق وغالبية ما ذكرتم في المقدمة هي هناك مشكلات سياسية إن صح التعبير وحتى عسكرية يعني على سبيل المثال بين الصين وتايوان فهي مواجهات ومشكلات عسكرية في باناما هي مشكلات أكثر ما هي سياسية وهناك أيضا من العام الماضي كان هناك مشكلات مناخية لماذا؟ لأنه تدني مستوى المياه لم يعوده في صالح مرور السفن هذه النقطة نعود إلى قناة السويس أيضا هناك مشكلات سياسية باب المندب كان لم يكن يعني قبل عام لم يكن هو تحت المنظار أنه سيكون هناك هذه الهجمات من جانب الحوثيين بدعم إيراني لإيقاف مسير السفن هذه جميعا تجعل أنه ما هي البدائل إن صح التعبير هناك بديلين لا بد من ذكرهما وكان لحد قبل عام كورونا كان هناك ما يطلق عليها الحزام والطريق من الصين يعبر يصل إلى أوروبا يصل حتى إلى مدينة لندن خط قطار وأيضا يصل إلى إسبانيا هذه نقطة مهمة لا بد من إشارة إليها لنظرا لظروف سياسية تم غض النظر عنها وكانت البضاعة تصل بتسعة أيام هذه نقطة هناك أيضا لا ننسى طريق شمال روسيا الطريق عن طريق القطبي وهذه روسيا لديها أكبر ثلاث سفن لكاسرة للجليد تحاول أنه تنقل النفط عبره ببعض أنه هناك مشكلات سياسية عسكرية مواجهات تقف حجر عثر أمام إطلاق حرية الملاحة في هذه الممرات مع وجود كل هذه المشكلات كما تقول دكتور مصطفى لماذا ليست هناك ألية واضحة لتأمين الملاحة البحرية من جانب كل الدول اليوم التي لديها حاجة سواء للتصدير أو للإستيراد حصلت تطورات البحر الأحمر بعدها بدأت الدول تفكر كيف ستتعاطم مع هذا الموضوع لماذا؟ سؤال مهم جدا دعيني أوضح نقطة نبدأ من البحر الأحمر كان هناك تشكيل قوة لحماية التنمية والازدهار بقيادة أولاد المتحدة الأمريكية بريطانيا ودول أوروبية ولكن شهدنا عزوفا من جانب الدول الأوروبية قد يسأل المشاهد الكريم ماذا تعتقد لماذا؟ هذا هو العزوف هو لصالح إيران لماذا؟ لأنه لو نعود إلى المباحثات النووية كان الموقف الأوروبي دائما الموقف متردد وتستغله إيران وطهران في هذه النقطة ولذلك شهدنا اليوم كما ذكرتم في تقريركم ممتميز تشكيل قوة بحرية أوروبية بمعنى أنه بعيدا عن الولايات المتحدة وبريطانيا وهذه القوة صحيح لديها أسلحة ولكن هل لديها إمكانية إدارية وإمكانية لتنفيذ هذه العمليات؟ هذا هو السؤال هي مشكلة إمكانيات ولا مشكلة قرار سياسي الآن؟ لا قرار سياسي بالتأكيد وليست إمكانيات طيب من ناحية الثانية اليوم الأطراف التي تعرق الملاحة هي الحوثيين بطبيعة الحال مجموعة مدعومة بشكل كبير من إيران وبشكل أساسي بوقت أنه في حلفاء لإيران الآن متضررون من قطع هذا الخط أو من الذهاب إلى طرق أطول لوصول سلاعهم نتحدث عن الصين مثلا إلى جانب أطراف أخرى إلى أي مدى هذا التطور أيضا قد يخلق مزيد من المشاكل السياسية بين الحلفاء وليس فقط بين الخصوم إن فعلا يعني الصين هي أحد الحلفاء المقربين إلى النظام في إيران ولكن الصين بذلت جهدا ولكن لديها بالتأكيد علاقات قوية أيضا مع الولايات المتحدة مع الدول أخرى من العالم ولا يمكنها خاصة في هذه الظروف أن تضحب علاقاتها من أجل علاقاتها مع إيران صحيح هناك اتفاقيات هناك وقعت اتفاقات كثيرة ولكن في هذه النقطة في الأساس بالتأكيد هناك خط أحمر بالنسبة إلى الصين بالنسبة إلى علاقاتها مع إيران وتضحيتها مقابل العلاقات مع الغرب مع الولايات المتحدة والعلاقات الدولية هذه نقطة النقطة الثانية لا بد أن تتوفر الإرادة كما ذكرت الإرادة السياسية والعسكرية لو تمكنت هذه القوة العسكرية من إيقاف هجمات الحوثين بمعنى السيطرة على الأراضي أو الساحل اليمني ستتوقف هذه الاعتداءات هذه نقطة النقطة الثانية لا بد من ذكرها وأنا قلتها من شاشتكم قبل أكثر من عام ونصف العام إيران لديها أذرع في العراق في سوريا في اليمن في لبنان ولكن إن وصلت الأمور إلى حد يمكنها أن تضحي بهذه الأذرع من أجل الحفاظ على النظام في طهران وبدأنا خلال الأسابيع والأشهر الماضية نشهد ذلك وستتصاعد بمعنى أن هناك ضغط داخلي كيف يتخلى النظام الإيراني عن أذرعه؟ لماذا؟ لأن هناك ضغوط دولية هناك وضع سياسي هناك وضع عسكري يختلف عن السابق وبالتالي هناك مبررات لإيقاف هذا الدعم وبالتالي العودة لحماية النظام الإيراني شكرا لك ضيفنا من لندن دكتور مصطفى بازركان مدير مركز المعلومات ودراسات تقع على هذه المداخلة معنا ترجمة نانسي قنقر